قانون العفو العام في العراق مطروح بشكل ضبابي في أروقة البرلمان ومع ذلك لم يجد طريقه إلى الأقرار بعد أكثر من شهر على موافقة مجلس الوزراء عليه الأمر الذي أثار المخاوف والشكوك من احتمال إفراغ المشروع من محتوى وعرقلة التصويت عليه ومحاولة تعطيله أو إخفائه من ملفات الجلسات البرلمانية المقبلة بفعل ضغوط من قبل قوى سياسية وميليشيات مسلحة حليفة لطهران تدعي أنه يسهم في إرباك الوضع السياسي والاجتماعي والأمني وخلال السنوات الماضية تم الزج بألاف العراقيين في السجون بناء على وشيات المخبر السري وكذلك عن طريق انتزاع الاعترافات تحت التعذيب والمحاكم السورية التي تركت مأساة لا يمكن طيها من السجل الأسود للحكومات بكل سهولة ومع ذلك تصر هذه الحكومات على عدم تقديم أدنى حق لإهالي المخفيين قسراً والمعتقلين بالمماطلة بقانون العفو العام على علاته وسلبياته خبراء قانونيون رأوا أن هناك حاجة فعلية لإقرار قانون العفو العام بسبب اكتظاض السجون وانتشار الأمراض فيها نهيك عن وجود أعداد كبيرة من السجناء سجنوا ظلماً ولعل هؤلاء المعتقلين هم من تريد لهم الميليشيات والأحزاب النافذة أن يبقوا في معزل عن العفو العام إذ لا مشكلة لديها في العفو عن مرتكبي جرائم ومروجين مخدرات لكنها لا تريد لملف الاعتقال الطائفي أن يفتح مجدداً ويكشف عن فضاء عرض كبت بشكل كبير لسيما في السنوات التي أعقبت الحرب مع داعش ويرى مراقبون أن قانون العفو العام من الممكن أن يصدر إلا أن صدوره سيكون مقيداً بشروط بحيث يشمل فئة محدودة ويستثني الفئة التي يعنيها هذا القانون قبل غيرها حيث يكون القانون في حال صدوره مجرد حبراً على ورق ورقها ترجمة نانسي قنق بالجمع ترجمة نانسي قنق بالجمع